اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يشرفني ان ارفع الى مقام جلالتكم السامي خالص التقدير والاعتزاز على تفضل جلالتكم بتشريف مجلسي الشورى والنواب وافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع والذي كان له اكبر الاثر في نفوسنا حيث كانت كلمات جلالتكم الكريمة وتوجيهاتكم السامية مشاعل نستطيع بها على طريق الخير من اجل الاسمرار في العمل الوطني وتحقيق تطلعات جلالتكم حفظكم الله ورعاكم في خدمة الوطن والمواطنين ونحقق لمملكتنا العزيزة ما ترجونه لها من عزة ومجد ندعم مساندة جلالتكم الدائمة لمجلس النواب النابع من ايمانكم العميق بمبادئ واسس الديمقراطية سوف يشد من ازرنا يشد من ازرنا ويقوي من عزيمتنا حتى نكون اهلا لهذه المسؤولية امام الله ومن ثم امام شعب المملكة الوفي لجلالتكم ادام الله على جلالتكم نعمة الصحة والسعادة وادامكم دخرا للمملكة وقائدا لمسيرتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احمد بن ابراهيم الملة رئيس مجلس النواب تلقى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقية شكر من معالي السيد احمد بن ابراهيم الملة رئيس مجلس النواب بمناسبة تفضل عهل البلاد المفدة بافتتاح دور الانعقاد العادية الرابع للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب هذا نصها صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان اهل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يطيب لنا ان نتقدم الى سموكم بخالص الشكر والتقدير على تفضلكم بالمشاركة في حفل افتتاح دور الانعقاد العادية الرابع للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب وانا نثمن دعم سموكم لعمال المجلس متطلعين الى مزيد من الانجازات التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق امال وتطلعات المواطنين فليسدد الله خطاكم من اجل صالح الوطن والمواطنين حتى يعم الخير وارجاء المملكة الغالية ويحقق لسموكم ما ترجونه لها من رفعة وعزة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله تعنى المولى عز وجل ان ينعم على سموكم بمفور الصحة والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احمد بن ابراهيم الملة رئيس مجلس النواب تلقى صاحب السموه الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء برقية شكر من معالي السيد احمد بن ابراهيم الملة بمناسبة تفضل اهل البلاد المفدى بافتتاح دور الانعقاد العادية الرابع للفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب والشورى هذا نصها صاحب السموه الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العالى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء المقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يطيب لنا ان نتقدم الى سموهكم بخلص الشكر والتقدير على تفضل سموهكم بالمشاركة في حفل افتتاح دور الانعقاد العادية الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب والشورى والتي تأتي تأكيدا لدعمكم للجهود المخلصة التي تبدل من اجل رفعة مملكتنا الغالية وايمانكم العميق بترسيخ الديمقراطية في وطننا الغالي سألنا المولى عز وجل ان يحقق ما ترجونه من تقدم والزهار لمملكتنا العزيزة بظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حافظه الله دعينا المولى عز وجل ان ينعم على سموكم بمنفور الصحة والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احمد بن ابراهيم المولى رئيس مجلس النواب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة